ويبقى معنا عبر الهاتف من عمان إحسان يوسف مراسي الرافدين مرحبا بك إحسان بدا تحدثنا عن المؤتمر وطبيعة المشاركين فيه نعم اليوم عقدت هيئة علماء المسلمين في العراق المؤتمر الألمي الثاني وكان بعنوان المقاصد الشرائية بين الإعمال والإهمال في الدراسات الحديثة والمعاصرة شارك في هذا المؤتمر عدد من الباحثين من دول عربية وإسلامية وقد استتحه فضيلة شيخ الدكتور مسنى حارس الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق طبعا هذا المؤتمر يتناول العديد من البحوث ولمدة يومين متتاليين اليوم الأول هناك بحوث تأقت في جلسة صباحية وبحوث في جلسة مسائية في اليوم الثاني أيضا هناك بحوث تأقت في الساعات الأولى من الصباح ثم في المساء هناك جلسة مسائية من أهم المحاور التي تم التطرق إليها هناك محور للدكتور حسن يشو من قسم الفقه والأصول في كلية الشريعة بجامعة قطر وأيضا للدكتور أحمد كسار الخبير اللغوي في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية وكان البحث بعنوان المقاصد والعلوم اللغوي نعم نعم يعني طبيعة هذه البحوث التي تناولها المشاركون أحسن نعم طبعا هذا المؤتمر العلمي الثاني للهيئة يأتي تعزيز لروح الصمود مقاومة التحديات التي تحيق بهوية العراق وشعبه تأكيد على أن العلم هو منار طريق الرقي والتقدم وأن العلماء العاملين هم مصابيح الهدى لهداية الناس بتفكيرهم المستنير بالشرع وأيضا نتاجاتهم الألمية وأنشطتهم العملية المنضبطة المستمرة على مدار السنوات وهم يحدثون أبحاثهم في كل عام هناك جهود كبيرة تبذل في هذا المجال يعني يوم غد سيغتتم هذا المؤتمر نعم يوم غد بالتأكيد سيكون اليوم الأخير اليوم الثاني والأخير للمؤتمر وسيكون هناك توصيات سيتم تلاوتها في نهاية المؤتمر وما توصل إليه الباحثون والمشاركون في هذا المؤتمر وأيضا ستوزع الدروع للمشاركين في المؤتمر وذلك لجهودهم الكبيرة في ذلك أشكرك أشكر الجزيل أحسان يوسف مراسل الرافدين من عمان أحسان يوسف مراسل الرافدين من عمان